موسيقى السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا معاكم ايا والنهاردة اعرفكم على منتق جديد من وهو ورق اسود اسمه black film ده ممكن تستخدمه مع الكحول اينكس ولكن يفضل الكحول اينكس اللي هي فيها لما هي البرولز مش اسمها الكحول بيرولز مش الكحول اينكس العادية وطبعا ممكن نعمل عليها كذا تكنيك التكنيك اللي هستخدمه النهاردة هو البدرة الحرارية او اللي هي الطباعة البارزة باستخدام اليمبوسينج باودر او اللي هي البدرة الحرارية اول حاجة انا معندي الورق هنا واستخدمت مرة كبيرة عشان انا عاوز اعمل زي يعني ممكن تبقى كارت ممكن تبقى مثلا ورق انت تعلقية وتكتب العبارة اللي انت عاوزها بس عشان اعملي الفراغ لان الورق مرة كبيرة فاستخدمت صورة كبيرة قوي ستامب من سايمونس ستامب وعشان الصورة كبيرة ومعنديش صراحة بلوك مقاسها ومش عاوز اقصر ورقة فاستخدمت الباب بتاع جهاز مستيب هي البلوكر اللي تمسك الاستامب طبعة الصورة بتاعتي استخدمت وسامارك وهو حبر عامل زي صامخ مش حول حبر هو صامخ للبدرة استخدمت بدرة ذهبية من واو اسمها جولد امبولسنج باودر من واو الاسماء وكل حاجة حسبها في صندوق الوصف وبعد اما عملتها كده وخلاص رشت البدرة عليها الحاجات الزيادة عندي فرشة خاصة اي تينك انا مش فكرة دي كانت بتاعت ميكوب او بتاعت تنظيف العدسات خصصتها بس ان انا انضف فيها البدرة عندي واحدة كبيرة واحدة صغيرة عشان انضف الاطراف بتاعت الصورة بتاعت عشان مبقاش فيه اندها بودر عشان لو انا انشفتها يعني استخدمت الجهاز الحراري هتطبع الورق ده شوية رفيع فلازم اضمن ان الجهاز اللي هي طول اللي معايا ده يبقى مرة مرة صخن انك ما تقدرش تحطي ايدك عليه ولانه برضو ضعيف فحب ابدأ الحرارة اوزع الحرارة من تحت وبعدين هوزحها من فوق باماكن مختلفة يعني ما عدش مثلا مسكة لحد في حتة معينة لحد ما الحتة دي بقى لونها ذهبي او ان البودرة بتاعتها تسيح الورقة كده ممكن تسيح مني اصلا فانا زمتوا شايفين بعد اوزع الحرارة فكل مكان رايحة يمين يسار فوق تحت الى مآخره عشان اضمن ان هي ما حطش حرارة متوصلة فوق الورقة لفترة معينة واللورقة هتخرب مني بعد كده نيجي للفان بورت او الجزء الحلو بقى اللي هو جزء التالوين دي الاحبار اللي انا هستخدمها اللي هي الكوحول بيرلز وانا تكلمت عنها في فيديو قبل كده بس استخدمتها مع الرزاني يمكن مش فاكرة لو عملت فيديو عنها الوحدها باستخدامها مع الورق ولكن اهو قتلينا فرصة وجمال الاحبار دي ان هي بتبان على الورق الاسود سواء حتستخدمي ورق بلاك هو لازم ورق اسود ورق اسود يوبو اللي هو مش بيمتص الأحبار لا ورق السطح بتاعه املة زي ورق التصوير ورق البلوسي فانا جبت الطبق ده بتاع الألوان المائية فيها زي الويلز فراغات كده وانا بفرغ فيها دلوقتي الكحول انتوا يعني مقرب الكاميرا شوية حتشوفوا البرلز ازاي بتتحرك او اللي هي الحاجة اللي بتلمع فيها طبعا هنا مسرع الفيديو في مرحلة التلوين زي ما انتوا شايفين شايفين اللون الفضي ده اللي بيتحرك مرة حلو بس فهنا انا هسرع بس عملية التلوين الحلو في الورق ده اللي هو البلاك فيلم ممكن تعملي عليه ألوان مائية ممكن تستخدمي كذا تقنية معاها بس انا يعني ده أول فيديو اللي انا هستخدم معا الأحبار بعد كده ان شاء الله مرة جايه ممكن نعمل مع الألوان المائية أجل أي حاجة لازم نكون فيها لمع عشان ايه يتعرف اشتغل لو حاجة مطفية مش حاد بين قوي طيب زي ما انتوا شايفين بقى نفس الشيء بتعملي الأحبار دي كأنها ألوان مائية يعني ممكن تعملي مسجل للألوان شايفيني عملت مسجل ما بين الأصفر والأخضر وممكن كمان يعني تبدأي بقى تعملي مسجل للألوان براحتك فانا حجلكم كمان ثلاث دقائق أو أقل لأصلا ونشرح الخطوة اللي بعديها ترجمة نانسي قنقر طيب بعد كده حطيت فقيها لون أبيض وحجيب زي مثلا فوت نظيفة أو منديل وحبدأ إن أنا أشيل الحاجات أو الألوان الزيادة عشان برضو أنا عاوزة ملامح الورقة الوردة تبعني اللي هي بالطباعة الحرارية آخر حاجة حطبع العبارة بتاعتي اللي هي happy birthday أو ممكن تكتبيها بخط إيديكي اللي أنت عاوزها بس استخدمي ألم صمغي اللي هو عشان يمسك البدرة فهن أنا طبعتي العبارة دي ونفس الشي هستخدم برضو البدرة الحرارية اللي هابدها بي طبعا أي لون ممكن تستخدمي ولكن عشان أسهد فأنتي ممكن تستخدمي ألوان فقع شوية عشان تباني نفس الشي هسخن أول حاجة هنظف طبعا الحاجات زيدة اللي هي البدرة الملهاش مكان يعني وبعد كده هسخن الجهاز بتاعي تماما وحبدأ أوزع الحرارة يعني ما خليش الحرارة موزع يعني يعني ما خليش الحرارة موجودة على مكان واحد لبطرة ضويلة بعد كده الفان بارد بردو نعمل سبلاتر أو نعمل اللي هي ما رش بيسموها إيه حطيت الفرشة في الكحول البرلز لون أبيض وبس بدأت عملت سبلاتر وهي ده كان البروجيكت بتاعنا للنهاردة أتمنى إنه هو يعجبكم ويلهبكم إنه تتجربوا الأحبار ده والوردة شكراً لكم وحشوفكم المرة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم